أتكلم معك يا دكتور علي قبل الفاصل على إحنا مجروحين كأولاد ساعات الأهل غزبا عنهم بيفرقوا في المعاملة مش مدركين قد إيه الطريقة دي ممكن تموت ولادهم تخلي ولادهم يأكلوا في بعض يصرعوا في بعض طول الوقت والله حتى لما بيموتوا ممكن الإبن ميروش حتى يبص عليه حتى ولا يروح حتى يحتلوا وردة حتى على قبره فالكلام بقى هنا للصغيرين يعني تدويهم ازاي بما حداك دكتور علم نفس يعني ازاي نتخطى المشكلة النفسية دي لأن كتير مننا بيعاني في الحتة دي دي الدائرة الصعبة أو الدائرة الخطر المشاكل فيها بتكون ردود أفعالنا عليها بتبقى صعب أن احنا ندويها بمرور الزمن اللي هي الانتميت سبيس الدائرة الديقة اللي هي في المسافات الاجتماعية أنا لو زعلت منك عادي يعني عادي لو خسرتيني أو خسرتك عادي غير الأهل لأن دي دائرة عامة بنسميها السوشال سبيس دائرة عامة أكسبتك خسرت زميني في الشغل أكسبت ومش هيفرق معي لكن أبو يا أمي يفرقه طبعا صعب ابني بنتي أخوي يا أختي فالدائرة دي المسافة فيها بتكون بيننا وبين الناس زيرو علشان كده الجرح فيها بيكون عميق جدا والطعنة فيها بتكون قريبة جدا وبالتالي الضرر فيها بيبقى صعب أنه يتلم بسرعة مشاكل اللي في الدائرة الديقة الانتميت سبيس ديت بتكون خطر لأنها زي ما قلت لحضرتك إحنا ما بنقدرش نتجاوزها بسهولة وبيفضل الولد حافظ وشايف الوحش دايما لو كان جاي من الأب أو من الأمة أو رصيد الخبرات السيئ ويا سلامبا لو هو كمان الزاكرة بتاعته من النوع اللي هو الاكتئابي يعني يععد يقلب في الدفاتر كمان الدفاتر القديمة كلها وكل ما حد يجي يقول له مثلا إيمان تيجي تقول له معلش باباك كبر وقال لازم تزوره ده في آخر أيام وحتى يبقى راضي عنك أو كده لا أنت تعرفيش عملي بسكوتي يا إيمان أنت مش عارفة ده كان بيعمل ايه دياما عمل وعمل 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 هنا اركن الجانب النفسي اه صعبه طبعا بس حاول تخليه على جم وتعاملهم زي ما ربنا قال يعني ما لم يأمرونا بمعصية يعني حاول تودهم قدر الإمكان وتصل رحمهم حتى عشان تؤجر انت في الآخرة مش للدنيا